اشتركوا في القناة ما بنفكر في حلول تقليدية خلاص الحلول غير التقليدية الحلول المبدعة لأي مشكلة سواء كانت في البيت في الشارع في الحكم ليه دايماً بتكون حلول تقليدية ما فيش الحلول الغير تقليدية الحلول الإبداعية اللي فعلاً ممكن تعمل نوع من الـ Breakthrough أو الاختراق للمشكلة وتحقق نجاح ولو جزئي في البداية ويستمر النجاح إلى تحقيق النجاح الحقيقي في النهاية هل احنا تفكيرنا توقف عند التفكير النمطي؟ هل التفكير الإبداعي مرتبط بسن معينة أو بتعليم معين؟ هنتكلم بالتفصيل مع ضفنا الكريم دكتور حسين مصلحي أستاذ إدارة الأعمال وخبير التنمية البشرية أهلاً بحضرتك دكتور حسين إحنا ليه دايماً تفكيرنا بنتهي في النهاية أنه يكون تفكير تقليدي هل ده مرتبط بالنشأة؟ هل ده مرتبط بالبيت؟ هل ده مرتبط بالمدرسة؟ مرتبط بإيه؟ لما نتكلم على التفكير طبعاً نتكلم على الإنسان بطبيعته ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا العقل والعقل ده منقسم لكس مين؟ جزء يمين وجزء يسار نتكلم على الجزء اليسار هو طبيعته بيفكر عادي تكلم عن المخ المخ نفسه المخ منقسم إلى كس مين؟ الفص الأيمن والفص الأيصر الفص الأيصر ده مسؤول عن تفكير بنسميه التفكير التحليلي المنطقي واحد زائد واحد بيساوي اثنين مش ممكن واحد زائد واحد ساوي تلاتة ما يقدرش لما تبدأ يبص الحاجة معينة عايزها استيب باستيب ماشي بطريقة معينة لكن لما يجي نبص للجزء الأيمن ده اللي فيه الخيال وفيه الإبداع إزاي أنا أبدع؟ إزاي أنا أفكر؟ نرجع للسؤال بتا حضرتك اللي هو أساساً ليه إحنا بنفكر كده؟ علماء النفس لقوا إن الناس فيه ناس هي ميولة أساساً أن بتركز على الفص الأيصر وناس كل تركز على الفص الأيمن يعني أفهم بس الحتة دي يعني هل أنا بقردتي بختار أن أنا أركز فقط وشغل فقط الفص الأيصر من المخ وبقردتي برضو بختار أن أنا أشغل الفص الأيصر بس من المخ؟ هقوله هيك حاجة طب مخ الإنسان فيه إمكانيات بتتوقف عوامل كتيرة العوامل الإيجينية والعوامل البيئية اللي احنا بنعيش فيها والعادات والتقاليد فبقردتك تستطيع أنك أنت تعمل أي شيء بمعنى أبسط الموضوع الإنسان أي معلومة بتدخل لمخ الإنسان ما بتدخلش إلا إذا هو سمح لها فهو الأول بيأخذ المعلومة إذا اقتنع بيها بتنتقل إلى العقل اللاوعي إذا انتقت العقل اللاوعي أصبحت مفهوم عنده بيتصرف وهو مش عارف هو بيتصرف ليه هو خلاص انتقوها بعد كده فإذا الإنسان عنده وعي كويس وعنده إدراك هيقدر ينتقل معلومة اللي بتدخل لمخه ويبدأ يخزنها في العقل اللاوعي بطريقة معينة بس اسمح لي ده يمكن يتعارض شوية مع رأي آخر بيقول إن إحنا لما بنربي في أولادنا من خلال التنشئة في المدارس وصولا للجامعات وحتى في البيت إن انت بتربيه على التحليل وعلى الفهم وعلى منطقة الأمور يعني منطق الأمور يشوف ينفع أو ما ينفعش دي تربية بتطلع لنا نتيجة في النهاية إن الشخص ده لا يتقبل الأمور كما هي ولكن يحللها حتى يصل إلى نتائج وفي طريقة أخرى اللي هي التلقين والحفظ اللي هي في النهاية أنت مستقبل فقط وفيش أي قدر من الإبداع يعني الموضوع برضو لي يبقى مني اللي ببرمج إحنا يبقى أنا اللي ببرمج لا مش أنا كفرد أنا كمجتمع كبيئة كتعليم بالضبط أقول لحك تجربة يمكن قلتها قبل كده بسأولها مرة تانية ولأنها مهمة جدا في أمريكا من حوالي مثلا 30 سنة جابوا مجموعة من الأطفال وعملوا عليهم دراسة دراسة عايزين يعرفوا التميز والزكاء عند مين فاجدوا أن نسبة 98 من الأطفال بيكون زكي من سن 0 لسن حوالي 5 سنة النسبة دي بتنزل لـ 20% زكاء فطري الزكاء الفطري اللي هما درسوه معا كده وبعد كده نسبة الزكاء لما نوصل لسن 16 سنة 17 سنة تبقى 2% فعايزين يعرفوا السبب الكلام اللي حالك قلتوا من شوية من شوية كان قلت إيه البيئة لما بيجي سنة لما أول ما يوصل خمس سنين بيدخل مدرسة بيدخل حضارة ده الصح وده غلط المفوت تعمل إيه وما تعملش إيه وبالتالي أصبح هناك مجموعة من القيود أنا بدأت أبرمجه بطريقة معينة إنك ده صح وده أحفظ اعمل بطريقة معينة الحاجة اللي أنت عايز أعملها دكتور حسين اسمح لي بس الصح والغلط شيء واللي أنا بتكلم عنه شيء تاني أنا بتكلم على طريقة التفكير وطريقة التعامل مع المشاكل إنك بيتم تلقينك الحلول فقط فتبقى إنسان مبرمج ولا أنت تعودت وتربيت في المدرسة وفي الشارع وفي البيت إنك إنت اللي بتقوم بتحليل المشكلة وإنت برضو اللي بتطرح الحل لأ إحنا دايما نتعودنا على إنه نلتقي المعلومة ونعرفها وما نفهم إيش أدى حاجة مثال بسيط جدا لو حاجة مثلا دلوقتي روحت البيت وبسيط لقيت التلفزيون اللي عند حاجة إنت لسه مشتريب خمسة ألاف جنيه إبنك مبدأ ومبتكر مسكه وفتحه ومحلله ومفككه حتى حتى رد فعلك كإنسان مصري تعبين وزروفك ولسه جمعية اللي أنت عاملها عشان تجيب التلفزيون ده بخلص لأ نخلي السادة المشاهدين بقى يقولون رد فعلك إيه لو رجعت البيت لقيت زي ما دكتور حسين بيقول كده ابنك فاكت لك الشاشة على سكريم بتاعتك الجديدة اللي لسه يتفع خمس ست ألاف جنيه فيها ولسه الجمعية صحيح لسه تتفعها مدة سنة كمان كل شوية تفتكر كل شهر يمر تدفع مبلغ فتفتكر التلفزيون اللي هو كسره تتوقع رد فعلي رد فعلي بعض الناس مش هلون كلهم لكن غالبيتهم إنه هيبدأ يتعامل بطريقة عصبية إنه يضربوا إنه يشخد فيه إنه يقول له اوعى تعمل كده تاني اوعى تستخدم وخك اوعى تفكر فأنا هنا هذه بقى البيئة اللي بقول لها حدك عليها بقول له اوعى تفكر هو دي رسالة أنا بعتهاله يوم ما هتستخدم وخك وهتتفكر أنت بتتعاقب ده اللي احنا نرجعن النقطة بقى اللي حدك قلت عليها النقطة البيئة إزاي بتبرمج الطفل إنه ما يفكرش إنه لا يبدع بطريقة غصب عننا ده طيب ماهو برضو حيتعارض مع الكلام ده إنه احنا فيه ناس علماء كبار مصريين اتربوا في البيئة المصرية وتعلموا في التعليم بتاعنا القائم للأسف في جزء كبير منه على التلقين وعدم وما فيش جزء فيه خالص للتفكير أو للتفكير الإبداعي لكن لما بيسافر بره مصر وبيخرج من المنظومة دي بيبقى رائع ومبدع إزاي بيعمل ده إزاي بيقدر يفصل نفسه عن الشيء اللي بقى له 30-40 سنة عايش فيه ومخه خلاص تبرمج تبقى لكلام حضرتك لكنه لما بيطلع بره بيكسر القروي الدين عشان نقول حاجة معينة البرمجة ليست برمجة غير قابل إزالة ولكن برمجة قابلة للتعديل يعني إيه قابلة للتعديل لما الإنسان بيتبرمج بطريقة معينة وخلاص يتعود على التلقين وتعود أن يحفظ وتعود طريقة معينة مش معنى كده أن يفضل طول عمره بهذا المستوى التجربة اللي احنا قلنا عليها 2% كانوا مبتكرية طيب هنا البيئة اختلفت هل الإنسان ما عندوش قدرات للتفكير عندو قدرات للتفكير لما بتتوفر الفرص يقدر يغير من نمط نفسه هنا بقى تظهر مفهوم التنمية البشرية مفهوم التنمية البشرية بتقولك هل أنت تعود على نمط معينة التفكير في طريقة التفكير الحفظ أنك أنت ما تفكرش أنك أنت ما تبدعش هل تقدر تعود مرة أخرى للنمط الابتكاري هل تقدر تشغل الجزء اليمين من مخك بطريقة معينة وتبدأ تخليه مبدع ولا لا تقدر يعني ده ممكن ممكن طبعا طيب ده خبر جيد جدا يعني إحنا نقدر نعدل في نفسنا أكيد طبعا أكيد طيب اللي موجود داخل مصر ولم يحالفه الحظ أن هو يسافر برا مصر لكن عايز يطور من نفسه وعايز يبقى إنسان مش مجرد متلقي مش قاعد كده والناس بتقولي المعلومات لا أنا عايز أبقى إنسان باخد المعلومة بحللها بشوف إذا كانت منطقية غير منطقية وكمان بطرح حلول والحلول كمان غير تقلدية إزاي أقدر أدرب نفسي على ده فيه مصرح ظريف جدا بيقولك إيه التفكير داخل الصندوق إيه مصرح التفكير داخل الصندوق دوت إن هما افترضوا إن كل واحد عندنا عنده صندوق أفكاره ومشاكله جوه هذا الصندوق ففيه بعض الناس صندوقها صغير بعض الناس صندوقها متواصل ناس صندوقها كبير فإنت صندوق إيه اللي بيتحكم في كبر أو صغر الصندوق حاجات كتيرة من ضمنها إيه المعتقدات اللي أنت تعتقدها التجارب الأديمة اللي أنت مرد بيها العادات والتقاليد بتاعت البلد اللي أنت موجودة فيها والدك بيعاملك إزاي والدتك بتعاملك إزاي أنت كنت ترتيبك كامب مثلا في الأسرة طيب وجهة النظر كانت ليك شكلها إيه الخوف من التجربة أو الخوف من أنك أنت تعمل حاجة معينة في عوامل كتيرة قوي بتحد هذا الصندوق لكن هذا الصندوق بيتكون بمنظور معين المشكلة مش في تكوين الصندوق المشكلة إزاي أنت تقدر توسع الصندوق ده أي أن كان حجم الصندوق مش مهم بس المهم تعمل إيه فيه أداة ظريفة جدا اسمها سوات أناليسس سوات أناليسس معناها بالعربي نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات أربع حاجات نقاط القوة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات هي الأداة أساسا بيستخدموها في إدارة الأعمال في المنظمات بتشوف في المنظمات نقاط القوة بتاعتها إيه ونقاط الضعف إيه بس أنا أقدر وده بقى التفكير الإبداعي إزاي أنت تستطيع أن تستخدم أداة موجودة في الطب أو في الهندسة داخل العلوم السلوكية أو تستخدم أداة في العلوم السلوكية وتستبيت فيها في الهندسة هنا بقى ده أنت بتوسع مدارك الصندوق بتاعك طيب أطبق ده إزاي على شخصيتي يعني لو في مشاهد كريم أو مشاهدة كريمة عايزة تطبق ده على نفسها أو على أولادها إزاي الخطوات اللي تقدر فيها أو بيها تطبقها فعليا على أرض الواقع خلينا نمسك النقطتين المهمين مشكلتنا إن كلنا ما بنفهمش القدرات بتاعتنا نقاط القوة بتاعتنا إيه ونقاط الضعف بتاعتنا إيه إذا أنت فهمت نقاط القوة بتاعتك عرفت أنت تقويف إيه تعرف تتكلم إزاي طب النقطة دي تستفيد منها إزاي عرفت نقاط الضعف بتاعتك تقدر تقويها حيث أنا سامح حد بيقول لحضرتك هعرف إزاي نقاط القوة وهعرف إزاي نقاط الضعف إزاي أقدر أوصل لهم هقول لحضرتك برضو لأن الحاجات لي مهمة جدا ازاي اقدر اوصل لنقاط القوة بتاعتي يعني ايه نقاط القوة اللي هي امتانياتي خلينا نقول مثلا لعيب الكورة نقاط القوة بتاعته ايه ايه الفرق بين انا وبين لعيب الكورة اللي هو مشهور اللي بيحقق ملايين اللهم ولا حسد عشان ما عادش ازاي ودكتور الجامعة لعيب الكورة ازاي يوصل لهذا المستوى اللي هو فيه اكتشف الموايبة ازاي ما دي نقطة قوة عنده فيه تلات حاجات اذا توفرت في الحاجة يبقى انت تقوي فيها الحاجة دي انك تحبها جدا بتحب هزي الشيء زي مثلا بتحب الكورة بس مش كفاء الحب انا بحب الكورة بقعفش على بكورة احبت فرجع الكورة فالحب لا يكتف لا مش كفاية امال قتالي انها تحب الحاجة وطاني حاجة انك تجد نفسك بتتعلمها بسرعة وبتتكنها بسرعة وانت عندك موهبة بقى اه يعني انت بحب الكورة واذا فيه حركة في الكورة معينة وانزلت بتعلمها بسرعة عندي قابلية بتعلم سواء كورة او اي مجال تاني النقطة التالتة والمهمة اني باجد ان انا ابدع في هذا الشيء اغير فيه فاذا التلات حاجات دول توفروا في نقطة معينة عندي ابني فلابد ان انا اشجعه على سبيل مثال انا بلاقي ابني مثلا شوية كده قدام الكارتون والرسمة بالذات بيوقف يبص شوف رسمة دي شكلها ايه بيجيب ورع وقلم ويقلد الرسمة بيحب يقلد الرسمات في بوادر اه في بوادر البعض كتيرا بيعملوا ايه يعني عملية مرت ومرت بسلام وعادي بلى العكس يمكن ما ينميش في النقطة دي فيه اب تاني الله ده بقى مورد بشري عنده يبدأ يفكر ازاي يتجيب له الالعاب والاشياء اللي تنمي هذه الموهبة فابو الصلاة الولاد الله بيحب الرسم قوي مع الرسم ينسجم شوية كده بيبدع وبيرسم بيقلد شوية كده بيحاول ان هو يرسم هو يزود نفسه من الحاجة اللي انا عايزها فعرفت نقاط القوى اللي فيه طبعا نقاط الضعف العكس فيه اسلوب ضريف جدا طلعوه في الموارد البشرية موارد بشري ازاي تنمي البشر يعني وتستفيد من امكانياتهم اسمه التمكين التمكين بمعنى ايه بمعنى انك تمكن الشخص من كل الادوات اللي تأهله تأهله لان هو يكون مثلا عيب كورة تديله الاوقات اللي يقدر يعمل فيها تمارين تديله الغذاء الصحي اللي يقدر جاي تديله الفرصة انه يثبت وجوده تتحلل اندية فده التمكين وفيه اسلوب تاني اسمه التمتين التمتين جاية منك انت بتمنتن الحاجة يعني يعني بتأويها بتأويها اه فاحنا دايما نركز على نقاط القوى ونقاط الضعف يقولك نقاط الضعف تعمل فيها حاول تأويها حاول تأويها فيه ناس كتير قوي بتنسى نقاط القوى والتانيها تركز في نقاط الضعف تركزنا عن نقاط الضعف بيوصلنا لمرحلة ممكن نوصل لمرحلة الاحباط طب انا عندي نقاط قوى ليه مركز عليها وانا انا عايز تحديدا في حتة نقاط الضعف لان كلنا كآباء او كأمهات بنواجه النقطة دي ويمكن اعتقد معظمنا ما بيعرفش تصرف فيها لما يكون فيه عنده ولدين او بنتين في بيته ولد قوي مثلا في الحساب والولد التاني عنده نقاط ضعف في الحساب كويس فيفضل دايما يقول له شوف اخوك شاطر شوف مش عارف مين شاطر حتة الضغط اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هل هي ايجابية هل هي سلبية ازاي اتصرف في موقف زي ده حالة دي بقى بتدخل في البرمجة البرمجة لايه انك انت بتبرمج الشخص اللي قدامك انه هو اللي هو دايما يقارن بالاقوى منه ومركز على الضعف بتاعه انك انت بتقتل فيه القدرة على الابتكار والابداع في هذه النقطة اذا وصل لي المعنى انه هو مش انه دايما يقارن بحد اقوى منه وانه فاشل في هذه النقطة ودخلت الى العقل اللي هو واعي وبدأ يتبرمج داخله انه ضعيف في هذه النقطة هيبقى محتاج مجهود كبير قوي علشان يبدأ يوصل لحالة عكسية فبنقول والله ده اسلوب خطأ اسلوب تلباوي خطأ لكن انت دايما تقارن حد بالاقوى منه من غير ما تعالج هذه النقطة الضعف اللي عنده كلنا بنقع في نفس المشكلة دي بالضبط بالضبط دي نقطة فعلا طب نتعامل معها ازاي انك تشوف امكانيات ابنك يعني او بنتك وبعدين توجي هذه الامكانيات للهدف هو هدفنا ايه يعني كل اب وام يسأل نفسه احنا مخلوقين ليه في حاجة اسمها رسالة مفيش حد في الدنيا مخلوقين رسالة والرسالة بتاعتنا فيه رسالة عامة ورسالة خاصة الرسالة عامة ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى مفيش نقاش فيها الرسالة العامة اعمار الارض كلمة اعمار الارض بمعنى ايه بمعنى ان انا اعمر الارض في نقطة معينة ما انا مش ممكن اعمر الارض في كل حاجة يعني حيث مثلا مش ممكن تكون طبيب ومهندس وكذا وكذا ومش ممكن كنا نكون أطباء فأنا ليه رسالة معينة ربنا بعيتني بهذه الرسالة إن أكون صحفة إن أكون دكتور في الجامعة إن أكون إذا أنا قدرت أوصل لرسالتي مع إمكانياتي هقدر تفوق المشكلة بقى في الأبهات والمهات اللي هم دايما بيوجهونا في رسائل خطأ بيوجهوه اتجاه تاني وبالتالي هو ده اللي بيخليك لا تنجح في هذا المجال دايما في ضغط مثلا أنا عايزك تبقى دكتور أنا عايزك تبقى مهندس بعيدا عن إن هو يتابع ويشوف ابنه أو بنته ميوله أو ميولها إيه بالضبط دي ممكن تجيب نتائج سلبية أكيد ده مش محتاجة أن هي يعني هجيب نتائج سلبية إيه أولا أولا أنا بحاول إن أكون إنسان متميز ومش قادر أحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة الإنسان عقله يتكيف يتكيف مع الفشل إذا تكيف مع الفشل واكتنع داخليا إنه مش هيقدر يوصل للنقطة دي وصل لطريقة مسدود لكن إذا ركزت على نقاط القوة بتاعته زي مثلا هو قوي في الشعر وفي الأدب وفي اللغة العربية طب ليه أنا ما جبلوش قصص ليه إن أنا ما بدأش أوجهه ناحية الاتجاهات الأدبية إنه يؤلف قصة وإن أنا شجعه وأخته مثلا في اللغة في الرياضيات كويسة توجه نحة الرياضيات وأبدأ أنمي في هذا النقطة وأبدأ أعمله بنقول حاجة صريفة جدا اسمها الرؤية في حاجة أستاذ محمد اسمها التفكير الاستراتيجي كما نتكلم عن نوع التفكير التفكير الاستراتيجي غير التفكير التقليدي التفكير الاستراتيجي معناها أنك أنت تتفكر لقدام يعني لقدام شوية تتفكر فوق لقدام أنت عايز سوصل لإيه؟ يعني تقول مثلا بعد 15 سنة أنا عايز كذا عايز ولادي بقى شكلهم كذا عايز بيتي بقى شكله كذا عايز أنا في وظيفتي أبقى عملت كذا صح كده؟ مزبوط طيب بما أنك نقلتنا للتفكير الاستراتيجي والتفكير البداعي خلينا ننقل الموضوع ونكبره بشكل أكبر على الوضع الحالي في مصر هل إحنا دايما بنقع في الحلول التقليدية خوفا من أن إحنا الحل الإبداعي مش مضمون أو ما حدش جربه قبل كده فالناس حتلومني ولا لأن للأسف الزريع ما فيش ثقة ما فيش رؤية ما فيش رؤية استراتيجية زي ما حضرتك قلت خلينا نخدها مصطرة مصطرة ظريفة كده على مستوى الشخصي بقى أنا مسؤول عن نفسي على مستوى الأسرة أنا مسؤول على الأسرة على مستوى الوزارة أنا مسؤول على الوزارة على مستوى الدولة أنا مسؤول على الدولة في كل لفل الجراءة الابتكار يحتاج جراءة يحتاج قدرة على أنك أنت تتخذ القرار وتدعمه فطبعا على مستوى أنا مفيش أي مشكلة نغير وأعمل وشأف إيه لأن الخسائر هتبقى إيه خسائر في حدودي أنا لكن إذا ما يكون على مستوى الزورة أو مستوى أكبر من كده بتبقى الخسائر جمدة لكن ما فيش تيكنيكس لا فيه طرق طرق في التفكير الإبداعي إيه هو طرق في التفكير الإبداعي إن زي ما بنقول أنا عندي صندوق وهذا الصندوق قد يكون ليه حدود معينة فإزاي أقبر هذا الصندوق اللي هو الصندوق الابتكاري إزاي أنا ما حلش المشكلة بتاعتي بطرق تقليدية عايز أحلها بطرق إبداعية لأن الطرق التقليدية هتأدي إلى نتائج أنا عرفها مسبقة زي ما فيه طب ليه بلجأ ليها؟ ليه دايما ما باخدشي